على صعيد آخر أعلن الفاتيكان أن قداسة البابا فرنسيس سيقوم بزيارة إلى العراق في الخامس من شهر آذار المقبل وقالت وزارة الخارجية العراقية بأن هذه الزيارة المنتظرة إلى بلاد ما بين النهرين تمثل حدثا تاريخيا ودعما لجميع العراقيين بمختلف أطيافهم كما أنها تؤكد على وحدة العراقيين وتطلعهم إلى السلام والتسامح ومجابهة التطرف وتعزز التنوع والوئام والعيش المشتركة بين عموم أبناء الشعب العراقي الواحد كما أن مسيحيي العراقي ترقبون الزيارة بفرح شديد والتي تعتبر بحد ذاتها رسالة سلام إلى دولة العراقي والمنطقة بأجمعها وستشمل محطات زيارة قداسته بغداد ومنطقة أور في جنوب البلاد ومحافظة نينوى